هي والدتك رب يرحمها كانت متحملة مسؤولية متاع عيلة كاملة ودي ديما تقول عليها بكونها نظلة برشا وكان ديما حتى تقدم هذه المساعدة للجميع اي امي كنت معتالي يسمعوا فيها طو ربما من اهل القيروان ومن اهل حومتنا وكل يعرفوها ميمونة المحرزي اسمها دي كان هي معتالها اسمها ميمونة وقتها كانت مرهة معتالها صالحة ياسر وتقدم العون ياسر 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 حتى ولو على حسابها هي حتى ولو ماناش اغنيار انا معنات الناس عاديين لكن باللي تقدر ساعات عشان تهزم وقدامنا وتعطيه الدارة مثلا جاهم ميت على غفلة ولا جاهم مريض ولا حاجة كانت حنينة برشا كانت تحس بالقليل ساعاتها كصغار الحومة تعايتلهم وتعطيهم كسكروتات وقلت وش يعملوا ذوما الصغار هنا تقولي ليه مثلش في الاخر قلتها حتى في الكتاب قلت يسمعني انا تربيتي تيمة بابا ما نعرفوش كان واحدة عايتلي باسمي نموت بالفرحة مش مش يمدلي حاجة ناكلها حاجة ما تهمكش معناتها كانت رحيمة وكانت تعاون لعباد وكانت اسبيتار يعرفوها معناتها تمشي الي جيد اسبيتار هي تمشي وتهز وجيب وترقد وجيوا عننا ما نعرفوهمش وكانت رحيمة جدا وأمي ما عشتش برشة مالوريزمو واللغاء هي والدتك كانت وفيت في أواخر الثمانينات على ما أظهر اي 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 ماتت عام سبعة وثمانيين نعمرها خمسين سنة وقال لي ماتت لا يرحم منتصور فرقها ما كانت سهل بنسبة لي كان صعيب ياسر وليلآن مؤثر فيي ويستحيل لنجم لنسى حتى تدقيقها يا أمي شكيت ربي يرحمها ونعمه إن شاء الله مطويها الجنة